مسربات ساقها أعضاء من مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية والسؤال تحت وطأة الضغوط أو بداع الترتيب تأجل إعلان لجنة الستة عقلة والمشري في المغرب والإثنين الموعد وها قد حل ولا شيء بعد فماذا يحصل في بوزنيقا؟ نناقش هذا الموضوع في حوارية الليلة بعد ساعة إخبارية مفصلة تتابعون عنوينها مع الزميل نبيل تخيل شكرا محمد تتابعون معنا في الليلة وسط تضارب بشأن الأسباب تأجيل الإعلان عن قوانين الانتخابات المتوافق عليها من قبل لجنة الستة زايد ستة إلى الغد مع استمار الدعوات الدولية لضرورة إجراء الانتخابات بتي ليشدد على أن تكون حرة وشاملة تأجيل محكمة عبدالله سنوسي لعدم استجلابه ومحاميه يقول إن إحضار مسؤولية النيابة العامة والجهات التنفيذية تشاركني في تقديم نشرة الليلة الزميلة مر ولاي شكرا لك نبيل وفي نقطة نقاش الليلة تتابعون طلب ملتقى البلديات المتضررة من الأعمال الإجرامية بتكثيف الجهود لمراحقة المطلوبين الصادرة بشأنهم أوامر ضبط قضائية داخل البلاد وخارجها للحد من الإفلات من العقاب ودعا الملتقى الذي احتضنته ترهون إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية حيث ننجات المسؤولة على الإسراع في تعويض أسر الضحايا وجبر ضررهم المادي والمعنوي وتقديم الدعم للهيئة العامة للبحث عن المفقودين ولجنة المقابر الجماعية ما هي أهداف هذا الملتقى وكيف سيسهم في تحقيق المطالب تتعبون معنا في جولتنا الاقتصادية والرياضية مع زميلين حمزة أكديش ومزن شبطة فضل في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة الرقابة الإدارية تشدد على إحالة عقود المسروعات الحكومية في مواعيدها وتتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات الممتنعة ولدينا في الجولة الرياضية اتحاد الكرة يؤجل الإعلان عن موعد وبرنامج الدور السدسي إلى الأربعاء القدم بعد عدم توفق رؤساء الأندية في اجتماع اليوم الاثنين كانت هذه إذن أبرز عنوين الليلة أما أنا فألقاكم بعد ساعة من الآن تفضلوا بالبقاء معنا قال عضو لجنة ستة زي ستة عن مجلس الدولة مما سلمان أنه كان من المفترض الإعلان الرسمي عن قوانين الانتخابات المتوافق عليها اليوم الاثنين لكن أطرافا ضاغطة تريد إضافة وتعديل بعض المواد ما أدى إلى تأجيل الإعلان إلى يوم غد ثلاثاء وأضاف سليمان للأحرار أن غالبية عضاء اللجنة المشتركة رافضين لأي تعديلات بعدما تم توقيع والتصويت بالإجماع على قانون الانتخابات يوم السبت الماضي من جهتي أكد عضو لجنة ستة زي ستة عن مجلس النواب صلاح شلبي أن مراسم الإعلان على الانتفاق بين مجلس النواب والدولة أجلت إلى يوم الثلاثاء لأمور تتعلق بترتبات وصول الضيوف المشاركين وضف شلبي في تصريح للأحرار أنه لا توجد أي طلبات تعديلا على الاتفاق بشأن القوانين الانتخابية بحسب قوله ستة زائد ستة لا جديد فما كان مؤكدا بات مؤجلا وجرس انذار قدوم مولود يسمى الإعلان عن الاتفاق في أروقة بوزنيغا كان كاذبا فجأة ودون السابق انذار وبينما كانت العيون معلقة باتجاه المغرب في انتظار الإعلان الرسمي عما وصفه أعضاء لجنة ستة زائد ستة بالاتفاق النهائي الوسطي خرجت الأنباء مؤكدة تأجيل ذلك تضاربت الأنباء حول أسباب التأجيل حيث خرج عضو اللجنة عن مجلس الدولة ما مسلمان متهما أطرافا لم يسمها بالضغط عليهم لتعديل وإضافة بعض المواد التي تمس جوهر القوانين الانتخابية في الوقت الذي يرفض فيه غالبية أعضاء اللجنة ذلك خاصة بعد أن تم التوقيع عليها يوم السبت الماضي أما عضو اللجنة عن مجلس النواب صلاح شلبي فقد نفى وجود أي طلبات للتعديل على الاتفاق مؤكدا أن تأجيل مراسم الإعلان جاء لأسباب فنية تتعلق بوصول الضيوف المشاركين وبغض النظر عن أسباب التأجيل تستمر الأصوات الرافضة لأعمال اللجنة في بوزنيغا متهمة إياها بتجاوز المهام الموكلة إليها والتدخل في أمور تفصيلية ليست من اختصاصها مما يؤثر على سير العملية السياسية في البلاد وفق رواية الرافضين آخر هؤلاء كانت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران التي وصفت الاتفاق بالهزيل المدعوم من المبعوث الأممي عبدالله باتلي الذي يحاول تحقيق نصر باهت له وصفة أعضاء اللجنة بعدم الخبرة والدراية بمضمون الاتفاق الذي سيدخل البلاد في نفق مظلم حسب تعبيرها وما بين تضارب الأنباء حول أسباب التأجيل قد تكون الأصوات الرافضة الاتفاق عقابة في الطريق فهل سيتمكن أعضاء اللجنة وداعموهم محليا ودوليا من تمرير ما اتفقوا عليه ووصفوه بالحلول الوسطية أم سيكون مصير هذا الاتفاق كسابقية في إطالة أمد الأزمة السياسية في سياق متصل وصف عضو الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف ما يجب في بوزنيقة المغربية بأنه لا يعدو كونه صفقة سياسية بين عقيلة صالح وخالد المشري هدفها الأساسي ينتاج حكومة جديدة يتقاسم عقيلة والمشري المناصب فيها وأضاف كشلاف تصريحات خاصة للأحرار أن القوانين التي تكتب في بوزنيقة عالجت بشكل معيب مسألة ترشح العسكريين ومزدوجية الزنسية ومصيرها الفشل كما قال كشلاف أن المشري وأعضاء لجنته ذهبوا إلى المغرب للتنازل وليس للتفاوض حسب تعبيره إلا ذلك قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد غيم من المجلس النوابي يتوجب عليه إصدار القوانين الانتخابية دون أي تغيير وفق الاتفاق السياسي والتعديل الدستوري الثالث عشر وأوضح أدغيم في مدخلة مع الأحرار أن لجنة ستة زايد ستة منتخبة من مجلسي النواب والأعلى للدولة وأن مخرجاتها ملزمة لهم بموجب آلية العمل التي حددها الاتفاق السياسي وأكد دعمه لما توصلت إليه بفتح المجال أمام الجميع للترشح للانتخابات من جهتي وصف عضو مجلس النواب صالحة فحيمة إمكانية تسمح لجنة ستة زايد ستة لمزلوجية جنسية والعسكريين بالترشح للانتخابات الرئاسية وصفه بالمنطقي والجيد لسماحه للجميع بخوض الانتخابات وفق تعبيره وأكد فحيمة في مداخلة مع الأحرار أن الاعتراضات بعض النواب تقتصر على مدى صلاحية اللجنة في تعديل عدد مقاعد السلطة التشريعية وتوزيعها فيما سماها بأقالم ليبيا معتبرا أن الظرفة أو الظروف التي تمر بها البلاد تفرض عدم إمكانية الوصول إلى توافقات بنسبة مئة بالمئة وفق قوله في ذات السياق قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب أنه تأكد لهم أن لجنة ستة زايد ستة ستسمح بترشح العسكريين ومزدوجية جنسية للانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى معتبرا أن ذلك يخالف ما صوت عليه المجلس في جلسة سابقة وأكد معزب في مدخلة مع الأحرار أن 55 عضوا من المجلس رافضون للجنة ومخرجتها باعتبارهم يرفضون التعديل الدستورية الثالث عشر وصفا ما وصلت إليه اللجنة من حل العبثي وفق قوله إذن معنا عبر الأغمار الاصطناعية من طرابلس المحامي والمحلل السياسي عبدالوهاب بسيكري أهلا وسهلا بك سيد عبدالوهاب إذن كان يفترض وفق موعيد سابقة أن يعلن عن مخرجات الستة زايد ستة اليوم الأثنين ثم أجلت إلى الغد هناك من أرجع هذا التأجيل إلى الترتيبات وثم من يرجعها للضغوط بلايك أنت سيد بسيكري ما دلالت هذا التضارب في التصريحات؟ تحية لكما والسادة والمشاهدي قناة الأحرار كالعادة نصل إلى شيء ويصلنا إلى لا شيء أكيد أن الاستفاف الحاد في الداخل تضارب وتشابق والمصالح الإقليمية والدولية التي طول الأزمة مكنها من أن تكون لها يد عليا وطولة في إنتاج حلول في ليبيا غياب المجتمع السياسي الحقيقي بقواعد الشعبية أصبح متروك الأمر بهذا الشكل للتدخلات واضح أن اللجنة قامت بعمل مفخخ وملغم في كل مخرج من مخرجاته بحيث أعطت لكل من يريد الرفض أن يرفض تدليل على ذلك أنها دخلت إلى منطقة غير ملزمة بها بعيدا عن اعترافنا بالتعديل 13 من عدمه وهي مسألة دوائر الانتخابية وعدد النواب وهذا يفتح الباب لانصار الفيدرالية أو انصار تسوية المقاعد والأقاليم الثلاثة أيضا فتحت الباب للأوروبيين من أنشأ محكمة الجريات الدولية الشريك للمفاوضية العلية للانتخابات في أنه كما حدث في قانون رقم واحد لسنة 2021 بشأن انتخابات رئيسية لن تقبل بأن يكون سيف الإسلام مطلوب لمحكمة الجريات الدولية على قائمة أيضا مسألة التضارب ما بين القوى المسيطرة في الشرق والحكومة المنتجة من تونس جينيف في مسألة الانتخابات بحيث أن عهدنا في السابق بأنهم يحاولون إقصاء منصب رئيس الوزارة من أن يكون أحد الشخص المترشع الانتخابات وأعلنوها بوضوح بأنه خالف تعاهداتي أعتقد أن أولاد حفتر في المنطقة يفضلون التفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية الموجودة في الشرق على أن يتنافسوا معها في الانتخابات كل هذه المفخخات وكل هذه الألغام دعك من ينفض سيف الإسلام محليا ومن سيؤيده من الداخل دعك من من هم ضد الكرامة من أصل ونحن ندعي بأننا نمثل هذا الطيف لإجرامها ولأفعالها كل هذه الأمور وضعت وحشرت في مواد جعلت من هذا القانون مفخخ وجعلت من المجتمع الإقليمي المتدخل في ليبيا وبعض الدول الأوروبية أن تتدخل بشكل أو آخر في الضغط لتعديل هذا الأمر إذن كل ما هناك في ليبيا يؤكد ويشير بأن الانتخابات في هذه الفترة القادمة وخصوصا ما دام التمسك بالانتخابات الرئيسية قائمة طيب الانتخابات وفي المقابل يرى ربما عضو الهيئة تأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف بأن هذه الخطوة جاءت ربما بهدف أساسي هو إنتاج حكومة جديدة تقاسم عقلة والمشرئ المناصب فيها إلى أي مدى تبدو لك هذه الفرضية أو هذه القراءة لما يجري حقيقية؟ هو إشكالية إنتاج مرحلة انتقالية جديدة بحكومة جديدة يبدو بأنها أصبحت صعبة تكرارها للمرة الثالثة بعد حكومة الوفاق الوطني التي انتجت في الصخيرات حكومة المجلس الرئاسي وكذلك بعد حكومة الوحدة الوطنية التي انتجت في تونس جينيف قد يكون هناك سيناريوهات سيناريو التوفيق ما بين القوى المسيطرة في الشرق في مرتفعات الرجمة أبناء حفتر وحكومة الوحدة الوطنية وأعتقد أن هذا السيناريو يمر بأزمات كبيرة جدا بحيث أن رئيس الوزراء لن يستغني على أشياء تسقطه وخليفة حفتر وأبنائه يطلبون الكثير في سيناريو آخر وكان في مصر الحقيقة وهو ليس سرلا بحضور عباس كامل بحضور خالد المشري بحضور عقيلة صالح صرح به ناجي مختار ومعلوم بأن يكون عقيلة صالح رئيسا للمجلس الرئاسي وضع فيتو على خالد المشري بأن يكون رئيس للحكومة يكون هو في مجلس الرئاسي توزع المناصب بحيث يسير توازن ما بين القائد الأعلى عقيلة صالح ووزارة الدفاع تكون في المنطقة الغربية المصرف المركزي يقابله وزارة مالية وتخليط هذا السيناريو طرح ويبدو أنه مر بمراحل عسيرة إذن الإشكالية بأن اختلاف المصالح الإقليمية والدولية في الخارج التي تؤثر في المرحلة الانتقالية اختلاف مشروع دبيبة إذا جازت المعلومات وصحت لقاءات الأردن القاهرة ويمكن أن يكون هناك لقاءة في إيطاليا هناك مشروع عقيلة صالح المشري للحكومة كل هذه تؤكد بأن يستحيل إنتاج حكومة جديدة طيب سيد سيكري هذه اللجنة ربما التي جاء بها تعديل الدستورية 13 والذي حدد آلية عملها وقال بأن قراراتها ملزمة وغير قابلة للتعديل ونهذا ما جرى التمشي بما جاء في التعديل الدستوري 13 وربما أغلقت الأصوات الرافضة والمنادية بالتعديل فأن الصيغة الموجودة حاليا وفق تصريحات بعض النواب لقناة ليبيا الأحرار هي أنه سيسمح بترشح مزدوجها الجنسية في الجولة الأولى من الانتخابات ثم يتقدمون بما يثبت تنازلهم عنها يعني الترشح للرئاسة يمكن أن يجري التقدم إليه بجنسية ثانية أما الفوز بالرئاسية شرطه التنازل عنها هذه المعادلة ربما وهذا الحل الوسط إذا أردنا القول مسألة جوهرية هي طبعا ولكن كيف سيتعامل معها المشهد باعتقادك؟ نحن في ليبيا يا سادة لا شيء يحترم ولا تعهد يحترم ولا نصاب قانوني في برلمان لا أستطيع في هذه المساحة الزمنية في قناتكم الموقرة أن أعدد عديد المخالفات سواء في عدد تشكيل مجلسة على القضاء التي جلسة مفتوحة من 2018 إصدار قانون محكمة العليا تعديلها 12 يعني لا شيء يحترم ما الذي يجبر البرلمان في بنغازي هو يسيطر عليه أولا أبناء حفتر وبدعم إماراتي ما الذي يجبرهم بأن يتقبلوا لو كان هذا المخرج في صلاحهم بأن يسن النواب هذا القانون قد يكلف هذا الأمر إسقاط عقيلة بالكامل لا شيء واضح في ليبيا يحترم حتى أن محكمة حكمت في 2014 نوفمبر 2014 بتفاوض معين ضاع هذا الحكم لا شيء فيه ضمانات على الإطلاق كل ما هناك الشيء الوحيد الذي يحترم في ليبيا أن آخر حكومة هي حكومة علي زيدان بتوافق ليبي نتجت على المؤتمر الوطني المنتخب ما بعد ذلك تنتج بدعم دولي يعترف بها دوليا يتعامل معها الداخل حب أم كره ما عدا ذلك لا يوجد شيء واضح أختي كريمة في غياب الوعي السياسي الشعبي وإذا لم ينتقل حفتر إلى رفيق الأهلة أو يتم التخلص من فاغنر مسئلة الحل بالانتخابات لن تسلم الدول المتدخلة في أوراقها في دماها الموجودة في الداخل لتجازف بانتخابات يتحكم فيها المجاز والمال الفاسد وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك المحامي والمحلل السياسي عبداللهب سيكري كنت معنا عبر القمار الاصطناعية من طرابلس شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبداللهباتيلي على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصدقية مؤكدا في الوقت ذاته على مركزية حقوق الإنسان في عمل الأم المتحدة مع الشركاء الليبيين وأشار باتيلي في تغريدة له تعقيبا على لقائه بعدد من أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين إلى جهود الرئاسي والاتحاد الإفريقي والبعثة وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية ضيفا أنه تعرف خلال اللقاء على أراء أعضاء لجنة حول المصالحة والعدالة الانتقالية واستمع لأسباب قلقهم بشأن حالة المعتقلين وفق قوله حذر المبعوث الأمريكي لليبيا سفير ريشارد نورلاند في مقابلة مع وكالة بلومبرغ مع استغلال الانقسامات الداخلية وأحباط الجهود الأممية لإجراء الانتخابات وقالت الوكالة أن الرئيس الروسي استقر على سياسة دعم الوضع الراهن الذي يحتمل أن يجعل الصادرات النفط الليبية رهينة لروسيا أذى وشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن لا شرعية بدون انتخابات ينضي السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في تصريحات لوكالة بلومبرغ محذرا من استغلال الانقسامات الداخلية وإحباط جهود الأمم المتحدة نحو إجراء الانتخابات وعن الدور الأمريكي تقول الوكالة إن روسيا توسع نفوذها في ليبيا بينما تسعى واشنطن للإطاحات بمجموعة فاغنر المتمركزة في أربع قواعد عسكرية في الجنوب الليبي حيث يمكنها الوصول لبعض المنشآت النفطية تؤكد فرنسا هي الأخرى على أهمية الانتخابات فيقول سفيرها في ليبيا مصطفى مهراج إن طرابلس محور أمن واستقرار منطقة الساحل والقارة الإفريقية وأن الانتخابات هي الحل الضامن لاستقرار ليبيا ودول الجوار تصريحات مهراج جاءت خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني الذي أكد استمرار التعاون مع فرنسا مشيرا إلى أهمية التوافق حول القوانين الانتخابية بين جميع أطراف العملية السياسية وكانت الانتخابات الليبية محور لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني الذين أكد على ضرورة انتخاب البرلمان والرئيس بشكل متزامن إلى جانب أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة دون أي استثناءات تناولنا مستجدات الأزمة الليبية حيث توفقنا في الرؤى على درس عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء فهل ينجح ضغط الدول المختلفة في اتجاه الانتخابات في إلزام الأطراف المحلية بتمكين الليبيين من قول كلمتهم في اختيار برلمانهم الجديد بعد تسعة أعوام إلى جانب انتخاب رئيسهم لأول مرة في تاريخ البلاد أجلت محكمة سنة في ترابلس محاكمة عبدالله سنوسي أحد رموز نظام القذافي للسابع عشر من يوليو القادم وكانت جلسة المحاكمة قد أجلت في الخامس عشر من مايو الماضي بعد تأجيلها في الثامن من الشهر نفسه لسبب عدم حضور المتهم ويواجه سنوسي تهما تتعلق بالتورط بمذرحة بوسليم وقمع ثورة السابع عشر من فبراير من جهته وصف محامي المتهم عبدالله سنوسي أحمد النشاد قرار المحكمة بتأجيل جلسة موكله لسبع عشر من يوليو القادم بالقرار الطبيعي مضيفا في تصريح خاص لليبيا الأحرار أن مثول عبدالله سنوسي أمام المحكمة هو مسؤولية الأجهزة التنفيذية والنيابة العامة منوها بأن زوجة عبدالله سنوسي وبناته وعدد من أفراد عائلته قاموا بزيارة الأسبوع الماضي لتبادل التعازي في نجله السنوسي الذي توفي الأيام الماضية هذا وأفد مراسل ليبيا الأحرار بأن تأجيل محاكمة سنوسي نتيجة لعدم استجلاب المتهم إلى المحكمة مرشيرا إلى أن جلسة الاثنين شهدت حضور عدد من أهالي ضحايا مجزارة يابو سليم الذين عبروا عن رفضهم أي قرار قد يقضي بالإفراج المؤقت عن عبدالله السنوسي معنا عبدالله السنعية من الصلاة الخبير القانوني والحقوقي سيد ويسام الصغير أهلا بك معنا سيد ويسام إذن هو تأجيل جديد لمحاكمة سنوسي نتيجة لما يقول عنه محاميه لعدم جلب المتهم للمحكمة من الناحية القانونية ما الذي يعني ذلك؟ نعم تحية طيبة لك أخي نبيل أهلا وسهلا كل المشاهدي قناة كيبي الأحرار طبعا بكل تأكيد كما ذكرت اليوم سيناريو جديد في قضية 37 عنصر من العناصر الثابعة لنظام معمر القدافي النظام الذي سقط بثورة السابع عشر من فبراير طبعا هذه المحاكمة الماراتونية التي تشهد فصولا جديدة بعد عودتها من المحكمة العليا بعد أن نقض الحكم السابق الذي صدر في سنة 2015 الآن نرى جلسات إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة الجنايات بمحكمة سنة طرابلس تحديدا الدائرة 13 بانعقاد خاص خارج مقر المحكمة وتحديدا في أمعيتيقة طبعا وفقا للنظام القانوني الإجرائي المتبع في قانون الإجراءات الجنائية الليبي أن المتهمين في قضايا الجنايات كتلك التهم الموجهة لعبدالله السنوسي وباقي المتهمين في هذه القضية لا بد من مثولهم أمام المحكمة ولا بد من إحضارهم ومرافقة محاميه وتقديم الدفاع في حضور المحاميه وفي حال عدم جلبه تؤجل المحكمة لجلبه لأن وجوده داخل السجن أو داخل المؤسسة العقابية يقتضي نقله لمقر المحكمة وتمكينه من حضور جلساته بشكل حضوري لأن غيابه في مثل هذه الأحوال لا يرجع لأسباب ذاتية أو إرادية وإنما يرجع لأسباب اللوجستية وأسباب النقل لمقر المحكمة وبالتالي يوجد القانون في مثل هذه الظروف على الجهات والسلطات المعنية بذلك وعلى رأسها النيابة العامة بكل تأكيد لأنها هي المعنى بتنفيذ قرارات المحاكم على ضرورة جلب المتهم ومثوله وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم النيابة العامة ومواجهته بالتهم وإفساح المجال له للرد على ما يوجه له من تهم من خلاله هو كأصيل عن نفسه ومن خلال محاميه كنائبا عنه أو وكيلا عنه وبالتالي ستؤجل المحاكمة ما لم يتم جلبه لأن كما ذكرت عدم حضوره لا يعود لأسباب إرادية خاصة وبالتالي في هذه الحالة حتى عملية إصدار الحكم لأن محكمة استناف ترابلوس تقول أنها تؤجل مرة أخرى النطق في الحكم على سنوسي ما لم تتم عملية المرافعة من قبل محاميه فعملية النطق بالحكم لن تكون في الوقت القريب نعم أخي نبيل طبعا جلسة النطق بالحكم هي مبكر الحديث عنها الآن قبل إتاحة الفرصة كما ذكرت لتقديم الدفاع لأن هناك إجراءات تلزم محاكم بالإضافة إلى المثور والحضور هو أن يمكن المتهم من تقديم دفاعه وأن يكون هناك دفاعا جادا وأن يحضر إلى جانبه محامي حضور المحامي مسألة وجوبية أيضا في مواد الجنايات لأن محاكمة الجنايات نحن نتحدث على قضايا وعلى تهم وعلى عقوبات هي في غاية الخضورة والجسامة وبالتالي لابد من وجود شخص إلى جانب المتهم لديه خبرة قانونية جيدة ولديه إلمام قانوني يمكنه ويساعده ويمثل أو يشكل مساعد قانوني بالنسبة له في تقديم دفاعه وبالتالي لن تحجز القضية للحكم ولن يكون هناك نطق للحكم ما لم تتحقق هذه الإجراءات جلب المتهم أولا ومثوره أمام المحاكمة وإفساح المجال له بشكل جاد وبشكل كافي وبشكل مرضي بالنسبة له ولمحاميه لتقديم دفاعه وتحقيق الأدلة إذا ما رأوا مثلا أن هناك بعض الأدلة التي يمكن مناقشتها كشهادة شهود أو مناقشة بعض الخبراء أمام المحكمة فلا بد من إعادة وفي هذه الحالة نحن أمام ماراثون من الجلسات إذن سيد يسام الصغير نعم خاصة وأننا نحن مقبلين على ما يعرف بالعطلة القضائية وإن كانت من المفترض أن قضايا التي بها أشخاص هم رهن الحبس الاحتياطي لا تتأثر بأعمال العطلة القضائية ولكن عادة ما تكون هناك دوائر مشكلة بشكل استثنائي أو بشكل غير مستقر ولربما يكون هناك أعضاء من الاحتياط خاصة وكما علمنا بأن أحد أعضاء هذه الدائرة هو مقبل على أداء مناسك الحج وبالتالي هذا من شأنه أحيانا أن يجعل حتى من جلسة 17 يوليو أو 17 سبعة هي من الآن هناك مخاوف لربما حتى لعدم اكتمال الهيئة هناك مخاوف يعبر عنها في الحقيقة عدد من أهالي ضحايا بوسليم هناك مخاوف مرتبطة برفضهم لما يقولون عنه أن هناك احتمالية لأن يكون هناك قرار بالإفراج المؤقت عن عبدالله سنوسي وجهت مثل هكذا مخاوف وهل هناك احتمالية بأنه في الوضع القانوني الحالي لسنوسي أن يحظى بإفراج مؤقت نعم أخي نبيل بداية لابد أن أبين للسادة المشاهدين أن هناك لبس حصل أن ما جرى المحاكمة بشأنه اليوم لا علاقة له بقضية سجن بوسليم وإن كان هناك حضور مكتف لضحايا وأهالي تلك المزرة الشنيعة التي تسجل كأكثر نقطة سوداء ومظلمة في تاريخ ليبيا الحديث أتكلم كملف حقوقي هنا تلك القضية قضية سجن بوسليم سبق وأن تم الفصل فيها من محكمة جينايات ترابلوس في حكم سابق بسقوط تلك الجريمة بالتقادم طعن في حكم قضية سجن بوسليم أمام المحكمة العليا ألغت المحكمة العليا حكم التقادم وأعيد نظر القضية من جديد أمام محكمة جينايات ترابلوس وحكمت فيها بعدم الاختصاص للقضاء المدني وجعلت من الاختصاص اختصاصا للقضاء العسكري والآن هي منظورة أمام المحكمة العليا للمرة الثانية هذا فيما يتعلق بقضية سجن بوسليم ما تم المحاكمة عليه اليوم لا علاقة له بواقعة سجن بوسليم ما تم المحاكمة عليه اليوم هي وقائع ارتكبت من عبدالله السنوسي وبعض رموز وتابعي النظام السابق على جرائم ووقائع وانتهاكات ارتكبت بعد 15-2 لسنة 2011 وليس لها علاقة بتلك الوقايع أو الجرائم التي ارتكبت قبل 2011 شكرا لك مخاوف أهالي سجن بوسليم هو أن يتم الإفراج على عبدالله السنوسي وبالتالي أن يكون هناك فرصة لتفلته من العقاب أو العقوبة ولكن ما أعلمه أقل شيء أو ما أحاط به علم القاصر أن عبدالله السنوسي محبوس احتياطيا على دمة هذه القضية وأيضا هو رهن الحبس الاحتياطي على دمة قضية سجن بوسليم ولم ينال فيها إلى حد هذه اللحظة إفراجا مؤقتا فهو بالتالي في حالة حبس معلق نحن نسميه في القانون حينما يكون هناك تعدد لتدبير الحبس الاحتياطي في أكثر من قضية وأكثر من جريمة يسمى هذه الحالة حالة الحبس المعلق أو الحبس على الحبس وبالتالي الإفراج عنه في هذه القضية حتى وإن كان متأتيا من الناحية النظرية ومن الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية لربما يكون له إرهاصات سياسية لربما يكون هناك ضغط يمارس على هيئة المحكمة وبالتالي قد ترضخ لهكذا المتطلبات وأحيانا يكون فعلا الهيئة كما نظن بها خيرا بإذن الله أنها تمتاز بشيء من الحيادية ومن النزاهة ومن الموضوعية وتستطيع أن تتخذ قرارها بعيدا عن كل تلك المعطيات وكل تلك الضغط ولكن في سوء الظروف أو سوء الأحوال لو تم الإفراج عنه في هذه القضية سيظل محبوسا احتياطيا على دمة القضية القانوني والحقوقي سيد ويسام صغير كنت معنا عبد الأقمار الاصطناعية من مصراتا أشكرك على كل هذه القراءات شكرا جزيلا لك شكرا شكرا وفق أمس الأحد الرابع من يونيو الذكرى الثالثة لتحرير كامل حدود طرابلس الكبرى من عدوان حفتر على العاصمة وأعلن الناطق باسم الجيش الليبي محمد قنونو تمكن قوات بركاني الغضب من بسط سيطرتها الكاملة على مناطق جنوب طرابلس التي كانت نقاط تمركز لقوات حفتر جيش الوطني جنوب طرابلس ولم يكتمل اليوم حتى أعلن تحريرها وفي أقل من يومين سقطت ترهون مؤذنة باندحار عدوان حفتر على العاصمة التحرير مر بمراحل عدة كادت تلفظ فيها طرابلس أنفاسها عندما سقطت غريان يوم الرابع من أبريل وحوصرت طرابلس بقوات حفتر توحدت القوى العسكرية بالمنطقة الغربية والوسطى وأعلن السراج حينها النفير وبعد يومين انطلقت عملية بركان الغضب للتصدي للعدوان من ستة محاور تقدمت قوات العدوان جنوب طرابلس مستعينة بطيران المسير وتواصل الكر والفر وفي يونيو سعدت قوات بركان الغضب مدينة غريان غرفة عمليات حفتر خطب سراج دول العالم لوقف العدوان وأخذت قوات حفتر تطويق العاصمة دون أي استجابة دولية وفي نوفمبر وقعت الحكومة فقية عسكرية وبحرية مع تركيا وفي مطلع يناير 2020 استولت قوات حفتر على سرت ثم بعد أسبوع أعلن هو أي حفتر وحكومة الوفاق وقف أطلاق النار استجابة لمبادرة روسية تركية وفي الثالث عشر من يناير جمعت موسكو الطرفين فوقع السراج وتملص آمير العدوان وتكرر الأمر ببرلين بحضور اثنتين عشرة دولة وقعت على وثيقة وجملة بنود لم يكترث حفتر بكورونا ولم يبالي بالدعوة الدولية وخرق الهدن مرارا وتكرارا وفي مارس 2020 أطلقت حكومة الوفاق عملية تحت اسم عاصفة السلح بدأت ملحمة من الانتصارات الخاطفة وحررت سبراتا وصرمان لجميل رقدالين وزلطن والعجلات في منتصف أبريل لم ينتصف مايو حتى سقطت قلعة استراتيجية هي قاعدة الوطية بأكملها وأخذت تنهار ميليشيات حفتر في يونيو حررت ترابلس وضوحيها تلتها ترهونة وأعلن دحر العدوان أما الآن نشاهدنا فإلى جولتنا الاقتصادية مع الزميل حمزة كديش شكرا لكم شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سلمان الشنطي في اجتماع مع الإدارات الرقابية بالهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال الجهات الحكومية التي تمتنع أو تماطل في إحالة المستندات وعقود المشروعات الحكومية في أجالها المحددة وطلب الشنطي في الاجتماع الذي عقد في مدينة ترابلس الاثنين بإيقاف المسؤولين عن تأخير إحالة المستندات والإجراءات وإحالتهم إلى التحقيق عن العمل وذلك وفق الأحكام والقوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أعلنت مجموعة أوبيك بلاس في ختام مشاوراتها الأحد عقب انتهاء اجتماعاتها في العاصمة النفسوية فيينا توصلها إلى اتفاق على تخفيض مستوى إنتاج الخام بنحو مليون ونصف مليون دميل يوميا وبحسب ببيان المجموعة فسيتم خفض الإنتاج مطلع عام 2024 مقبل فيما أعلنت السعودية وروسيا إجراء خفض في إنتاجهم النفطي بشكل طوعي نهاية العام الجاري ارتفعت أسعار بيع النفط الاثنين خلال تعاملات السوق العالمية حيث سجلت أسعار بيع خام مزيج برينت 78 دولار وخمسة سنتات للبرميل معززة باتفاق أوبيك بلاس بشأن تخفيض النفط في عام 2024 القادم بينما شهدت أسعار العقود الفورية لخام غرب تاكسس الأمريكي ارتفاعا هي الأخرى في الأسعار مسجلة 73 دولار و 66 سنتا للبرميل وحول هذه الموضوعات وأكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون أهلا وسهلا بك زيادة الوزير بداية ما الذي دار بخصوص ليبيا في اجتماع أوبيك في فيينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على مشاهديكم أشكركم على المقابلة ما حقا فيما يخص دولة ليبيا ما زال استمرار استثنائها من التخفيضات التي تتم والحمد لله وفي هذه المناسبة الحقيقة أود أن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان ألسعود والسيد هايثن فيسل غيط حيث السكرت الأمين العام لمنظمة نقطار مصدر نفط أوبيك لوقوفهم مع الدولة الليبية في المحافظة على هذا الاستثناء نعم سيد الوزير يعني ما نتائج اجتماع أوبيك الذي سيبدأ تنفيذه في 2024 ولماذا سيتأخر تنفيذها إلى هذا الوقت لا هو الحقيقة أوبيك والمجموعة اللي من خارج أوبيك اتفقوا على تخفيض في شهر أكتوبر الماضي أكتوبر 22 بحوالي 2 مليون برميل بعدها أضافوا إليه تخفيض طوعي من مجموعة من الدول بمقدار مليون وستمائة ألف برميل يعني الإجمالي التخفيض بهذه السنة حوالي 3 مليون وستمائة ألف برميل وبالتالي ضبط الانتاج لـ 2024 كان من هذا المنطلق باعتبار أن السنة هذه مغطية بالإضافة إلى أن السعودية مشكورة تقدمت بتخفيض طوعي لحوالي مليون برميل في داية من شهر سبعة شهر يولو القادم وسيتم مراجعة هذا التخفيض شهريا بحيث يتم توازن وضبط السوق نعم يعني لو سألتك عن آليات التأكد من التزام جميع الدول الأعضاء بتخفيض الانتاج المقرر ما هي هذه الآليات؟ الآليات دقيقة جدا طبعا تم تشكيل لجنة من مجموعة من الوزراء من المنظمة ومن خارج منظمة لمتابعة هذا المضوع أما تجتمع حتى اجتماعات طارئة هي في الاجتماعات الرويتينية تجتمع كل شهرين لمتابعة هذا الموضوع والحقيقة كل التقارير الفنية التي وردت إلى المنظمة توبك ومنظمة توبك بلس الفترات السابقة كلها تؤكد أنه تم الالتزام شده الكامل بالمحافظة على التخفيضات التي تمتها لتتملت فقا عليه نعم معالي الوزير يعني باختصار شديد يعني ما وضع الدول الأفريقية والتي من بينها ليبيا في عملية الانتاج بالمجمل خلال الاتفاق ليبيا والحمد لله زمنا ذكرت تقدير الغروف هنا ونشكر مرة الأخرى زمنا ذكرت في بداية حديثي السيد الأمير اسمه الأمير عبد العزيز وسيد حيثم الرئيس على وقوفهم على ليبيا باعتبار تقدير للغروف التي تمر بها مازالت مستثناء الدول الأفريقية طبعا تنتج في حوالي خمس إنتاج منظمة توبك اللي هو حوالي خمسة وعشرين مليون برميل تنتج فيه منظمة توبك الدول الأفريقية مجتمعة تنتج في حوالي خمس هذه الكمية وبالتالي لها تأثير كبير والحقيقة الدول الأفريقية كلها مساهمة فعالة الجزائر عضو في لجنة متابعة التخصيلات وبقية الدول الأفريقية الأخرى كلها مساهمة حقيقة حتى لي إنتاجهم مش كبير زي السودان وجنوب السودان مساهمين في هذا الانتفاق نعم إذن كنت معنا وزير النفط والغاز محمد محمد عون كنت معنا عبر الهاتف من فينا شكرا جزيلا لك نقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شوكشوك مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجناء المنقوج الاثنين بالترابلس خطة ترشيد الانفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج الاجتماع نقش أيضا تنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج بالإضافة إلى إنجاز الملاك للسفارات والبعثات الليبية بالخارج وإيجاد خطة لسداد الديون المترتبة على علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية الخارجية سجلت أسعار صرف الدولار واليورو والجوني السترليني ارتفاعا في تعاملات السوق الرسمي بحسب بيانات مصري في ليبيا المركزية الاثنين وشاهدت تعاملات السوق الموازهية الأخرى ارتفاعا في أسعار صرف بقية العمولات الأجنبية مقابل الدينار الليبي انتضمت في مدينة بنغازي أعمال الملتقى الليبية التونسي في مجال بناء والتشييد والمقاولات العامة والاستثمارات بمشاركة عدد رجال الأعمال والمهتمين من الجانبين التفاصيل في التقرير التالي بحضور موسع من الشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال الليبيين والتونسيين المتخصصين في مجال البناء والتشييد والمقاولات العامة والاستثمار العقاري عقد بمدينة بنغازي الثنين الملتقى الليبي تونسي برعاية وتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي وبالتعاون مع المجلس الأعلى لرجال الأعمال الليبيين التونسيين منطقة رجال الأعمال الليبيين التونسيين بحضور 30 شركة تونسية متخصة في مجال عادة تعمار وحضور الكبرى الشركات الليبية من أجل تبادل تعاون المشتركة بين الشركات الليبية التونسية في مجال عادة تعمار دفع بنا إلى توفير تطوير علاقات تجارية بين الشركات الليبية والتونسية من أجل تلبية احتجاد سوق العمل من عمالة ومن مواجه ومن طلبات تقنية تساهم في تلبية احتجاد وطلبات التعمار الملتقى تناول أنشطة وخبرات المشاركين عن الجانب التونسي وكيفية الاستفادة منها في البلاد إن شاء الله ستكون نقطة أولى لشراكة بين نجال الأعمال الخلاصة والليبيين وفي عادة تعمار برهازي وتنمى واستعرض الملتقى أيضا فتح آفاق والسبل التعاون وتعزيز فرص العمل المشترك بما اختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ما بين البلدين ختم جولة الاقتصادية لهذه الليلة العودلان إلى الزميلين مروى وانبيل شكرا حمزة شكرا لك حمزة بحث النائب العام صديق الصور مع قادة النيابات الواقعات ضمن نطاق اختصاص محكمتين لاستنى في فترابلوس رقمنة منظومة البيانات وأرشفت الوثائق المتعلقة بها كما جرى خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لنائب العام مناقشة الخطوط الموضوعة لتتبع حسن تنفيذ المهمات المسندة إلى المستويات التنفيذية جميعها بمراعاة الجدولة الزمنية المقررة طلب ملتقى البلديات المتضررة من العمل الإجرامية بتكثيف الجهود لملاحقة المطلوبين الصادرة بشانهم أوامر ضبط قضائي داخل البلاد وخارجها للحد من اللفلات من العقاب ودعا البيان الختمي الملتقى الذي عقد في مدينة ترهونة الاثنين دعا إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتكليف وزارة العدل بالتعاون مع النائب العام لمتابعة البطاقات الحمراء الدولية وتعميمها على الملحقيات الأمنية بالخارج كما حث البيان الجهات المسؤولة إلى الإسراع في تعويض أسر الضحايا وجبر ضررهم المادي والمعنوي وتقديم الدعم للهيئة العامة للبحث عن المفقودين ولجنة المقابر الجماعية تكثيف الجهود والعمل على ملاحقة المطلوبين الصادر بشأنهم أوامر ضبط قضائية في الداخل والخارج وتفعيل الاتفاقيات القضائية التنائية بين الدول المجاورة وتكليف وزارة العدل بذلك بالتعاون مع مكتب النائب العام بالإضافة إلى متابعة البطاقات الدولية الصادرة من مكتب النائب العام وتعميمها على الملحقيات الأمنية بالصفرات والقنسريات الليبية بالخارج إذن معنا عبر سكايب من ترهونة عضو رابط الضحايا ترهونة وأحد منظمي ملتقى بلديات المنطقة الغربية مصعب بوكليش أهلا وسهلا بك سيد مصعب إذن أسؤال الأول ربما هو ما هي أبرز أهداف هذا الملتقى أولا سلام عليكم أختي الفاضلة طبعا هذا الملتقى نظمته رابط الضحايا ترهونة برعاية المجلس البلدي ترهونة وجامعة الزيتونة كان أهم الأحداث من هذا الملتقى والدعم المعنوي من المسؤولين المحلين وهذه الضحايا للفرق التي تعمل منذ ثلاث سنوات وأتبثت جدارتها استحقوا الشكر فشكرناهم والجديد في هذا الملتقى كان مشاركة عمداء البلديات المتضررة من هذه الميليشيا ولهم ضحايا في المقابر الجامعية في ترهونة وله رمزية للعائلات الضحايا والعاملين على هذا الملف من المسؤولين المحلين والتابعين للجهات والأجهزة التي اشتغلت طوال هذه الفترة طبعا ومن ضمنها أهداف هذا الملتقى هو توحيد الصف والبلديات المطالبة بسيارة القانون وملاحقة المطلوبين للعدالة بصوت واحد ليكون مسموع لدى جهات الاختصاص والحد من إفلات المجرمين من العقاب طيب ما هو الدوره ربما في تحقيق المطالب هناك؟ المطالب هي طبعا الدعم هذه الجهات والأجهزة المخصصة مثل نخص بالذكر طبق دين اللجنة المقابر الجماعية من وزارة العدل جهاز المباحة الجنائية أيضا مركز الطب الطوالي والدعم طبعا هذه الأجهزة اشتغلت وطوال هذه الفترة واصلت الليل بالنهار طبعا بعض المقابر منها كان في المقابر المقابر كانت في مكبات القمامة ومنها كان في أرض صخرية ومنها كانت أرض وعرة فهؤلاء الفرق اشتغلت طوال هذه الفترة للتسليم المفقودين والتعرف على هوياتهم وتسلويهم لدويهم وأيضا محكمة الترهون الجزئية قامت أيضا بإدمام الإجراءات الإدارية والقانونية من شهادات الدفن وأيضا شهادات الوفاء واستصريح الدفن واضح شكرا جزيلا لك سيد مصعب بوكليش عضو ورابط الضحايا ترهونة وأحد منظمي ملتاقة بلديات المنطقة الغربية كنت معنا من ترهونة عبر سكايب الآن إلى الجولة الرياضية نعم نبيل مع الزميل مازهر جوبة شكرا لكم جولة في آخر الأخبار الرياضية أهلا بكم أجل الاتحاد الرياضي لكرة القدم حسم أعلاني موعد ومكان انطلاق الدور السداسي مرحلة التتويج إلى يوم الأربعاء القادم بسبب عدم الاتفاق على بعض النقاط بين رؤساء الأندية المتأهلة المزيد في تقرير حسن خليل حقيقة هناك صعوبات كثيرة إلى الآن موصلنش لحل سواء في قامة الدور السداسي داخل ليبيا أو خارج ليبيا تأجل الحسم ولم تتفق الأصوات حول مكان تنظيم نهايات سداسي كرة القدم بعد أن اجتمع رئيس الاتحاد مع رؤساء الأندية التي وصلت إلى هذا الدور البعض طالب بالمغرب ومصر والخيار الأخير تونس اجتمع أن يكون دولة المغرب هي الدولة الأولى وإذا لم يكن في المغرب ممكن يكون في مصر وإذا لم يكن في مصر ممكن يكون في تونس هذا بعد حل حلة كل المشاكل المادية المتعلقة بالتنظيم رئيس الاتحاد الليبي يكون قدم برأس الدول والذي يعطي الموافقة هنا مرحلتين يمون مخرج ليبيا من مرحلة واحدة كي نتمكن من مشاركة بطورة العربية المشاكل المادية هي العائق الأساسي أمام الأندية والاتحاد في حال توفر الدعم من الحكومة ووزارة الرياضة فسيتم الأعلان عن مكان السوداسي وتحديد موعد الاجتماع سيكون بعد 48 ساعة مشكلة الدعم المالي وما يتطلب التنظيم واللعب خارج ليبيا من مصرفات كبيرة وخاصة إذا كان هناك حكام دوليين من خارج ليبيا لباس من تطعيم ببعض الحكام الليبيين المميزين وأيضا حكام الاجتماع بحسب المباريات واختيار الأندية وتعرفون أنتم كورة القدم هنا قداش مصاريفها نبال عندك بعض الأندية عندها مشاركات واستحققات في نفس الوقت الوقت اللي فيه الدوري سواء في ليبيا بنديروه ما يساعدش الوقت أن نحن باش نكملوه الجماهير الرياضية تنتظر ما سيحدث في الأيام القادمة لتتجه صوب أنديتها من أجل الاستعدادات والدعم المعنوي قبل خوض غمار سداسي كورة القدم حسن خليل ليبيا الأحرار ترابلس والتعرف على تفاصيل هذا الاجتماع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من ترابلس مرسل ليبيا الأحرار حسن خليل الذي كان حاضرا لهذا الاجتماع بداية مساء الخير حسن أنت كنت حاضرا للاجتماع نريد بداية أن نتعرف على أوجه الاختلاف بين رؤساء الأندية من جانب واتحاد الكورة من جانب آخر وما الذي لم يتفق عليه رؤساء الأندية فيما بينهم مساء نور مازل وتحية لك ولكل مشاهدي قناتي بالحرار طبعا اليوم الاجتماع انطلق على تمام الساعة 11 مساء بحضور كل مندوبية الأندية المكلفين من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو الرؤساء الأندية اللي كانوا حاضرين نفسه مازل الاختلاف حدث يعني خاصة بين القطبين في اختلاف في تحديد مكان الدولة السوداسية البعض يقول تونس والبعض اختار مصر والبعض الآخر اختار دولة المغرب العديد الأصوات يعني وزعت على هذه الهاتف من اختار تونس ومن اختار المغرب حسن حتى المشاهد يطلع على أراء الأندية المغرب البداية كان الاختلاف بين تونس ومصر ومن ثم المغرب كانت حل اللي يوافق عليه الجميع ولكن هناك بعض الأندية مثل الاتحاد والهلال والنصر كان صوت لدولة مصر في البداية والأهل طرابلس وبسليم كان صوت لدولة تونس ولكن كان الاختيار الثاني اللي هو الثالث اللي هو دولة المغرب اللي يوافق عليه الجميع طيب عمليا إلى أين تسير الأمور حسن هناك امكانية فعلا واردة أن يتحمل الاتحاد اللي بالكرة القدم تكليف إقامة مرحلة تتويج في المغرب أما أنها هي جوالات لابد منها قبل إرضاء الأندية أو التعامل بسياسة الأمر الواقع وإقامتها في تونس كخيار أول لأنها الأقرب والأوفر من ناحية التكليف ثم مصر كخيار ثاني ما زل أنت أصبت الآن عندما نواهت بأن سياسة الأمر الواقع ربما ليتخذها الاتحاد لكن الواقع يقول أن تونس هي الملف الأقرب ولكن هناك ملف بعض الكثير استثنو ولكن ربما يكون واقع خلال أيام القادمة هو إقامة الدور السوداسي في ليبيا فهو الأمر ربما يكون متواجد في حال الحكومة رفضت دعم الأندية والاتحاد بعض الأقوال من وزارة الرياضة تقول بأن الحكومة اقترحت بأن يكون الدوري في ليبيا في مناطق محايدة ومن مرحلة واحدة كل هذه التكاهنات لازالت موجودة الاتحاد الكورة والعضاء المكتب التنفيذي باتحاد ليبيا الكورة القدم أعطوه مهلة الأندية 48 ساعة لا تتجاوز 48 ساعة ربما غدا يأتي الخبر الذي ينتظره الكثير من جماهية يعني اليوم أو غدا صباحا ستتواصل مع الحكومة ووزارة الرياضة لاختيار الملف ربما الأقرب 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 تونس فسؤال الأخير حسن أنت أشرت إلى الدعم المالي اتحاد الكورة سينقل الدوري خارج ليبيا قامت مرحلة تتويج في حالة وفرت الحكومة الدعم الذي يعني بموجبه يستطيع اتحاد الكورة تنظيمة في الخارج هل حتى الأندية تطالب بدعم منفصل على الاتحاد ليبي الكورة القدم يعني الأندية تريد كما حدث الموسم الماضي عندما استلمت أعتقد ثلاثة ملايين دينار ليبي نعم مازل الأندية هي من تطالب بتوفير الدعم أكثر من الاتحاد ربما يعني الأصوات الأولى التي تعالت هي أصوات الأندية من أجل الدعم الرؤساء الأندية حتى من خلال التقرير التي عرضناها قبل قليل كل الرؤساء الأندية تحدثوا عن الجانب المادي كلهم يتحدثون من أجل الحصول على الدعم وليس لديهم دعم ربما أن الحكومة يعني غير مخولة بتمويل الأندية ولكن هذا وقعنا لأسف أصبحنا في هذه المرحلة الحكومة هو الدعم الرئيسي لكل الأندية نعم حسن يبدو أنه فعلا موسم التتويج والحصاد ووصلنا إلى نقطة نهاية الموسم شكرا لك حسن خليل على كل هذه التفاصيل إلى خبر آخر مشاهدين فاز الأهل ترابلس على المدينة بستة أهداف لثلاثة في آخر مباراة الجولة السابعة عشرة لفرق المجموعة الثانية من الدورية الممتاز المدينة سجل أولا عبر البرازيلي موتا في الدقيقة الثامنة ثم عدل الأهل النتيجة عبر مهاجمه إبوكا في الدقيقة الخمسة عشرة قبل أن يتبعه محمد المنير بتصويبة محرزن الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والعشرين ويعود اللاعب ذاته ليضيف ثالث أهداف فريقه في الدقيقة الأربعين وقبل نهاية الشوط عاد موتا ليقلص الفارقة للمدينة مسجلا الهدف الثاني وفي مطلع الحصة الثانية وسع أحمد لكديريا الفارقة للأهل بالهدف الرابع قبل أن يقلص مويد لكريتليار الفارقة للمدينة مرة أخرى بتصويبة من خارج المنطقة لكن مؤيد جدور أعاد الفارقة بتسجيله خامس أهداف الأهل في الدقيقة الحدية والستين ثم أتبعه إباكا بالهدف السادس قبل حوالي عشرين دقيقة على نهاية المواجهة يواصل فريق السواح لتدريباته اليومية بملعب نادي تحضيرا للمواجهات الأخيرة في الدوري الممتاز والتي تجمعه بأبو سليم في ملعب مصراتا الفريق يتدرب بإشرف المدرب الوطني عبد القادر الشبلي الذي استلم مهامه خلفا للمدرب التونسي قيسل عقوبي شهر مايو الماضي الفريق لم يتمكن من التأهل لسدسية تتويج عن المجموعة الثانية لتتأجل أحلام مشجعيه للموسم القادم بحثا عن الوصول إلى المرحلة النهائية والمنافسة على اللقب أما أبو سليم المتأهل إلى مرحلة السدسي فتعتبر هذه المباراة بمثابة التحطير لمرحلة حصاد الموسم والله مسير السحلي طبعا لازم يعجل السلبيات من بداية الموسم طبعا الناس اللي اشتغلت كمدربين أو كين لكن الهدف يضع الهدف اللي يبوه النادي هو الأول ويضعوا الهدف ينطلقوا ويكون فيه إدارة فنية لاستجلاب اللاعبين اللاعب إذا كان ما تعرفاش تجرب أسبوعين توافق اللجمة فنية ووافق مدرب فريق قد يكون مدرب طاقم جايبا بره غضب بعد غضب تقول روح متحملة مسئولية لجمة فنية لإختارة اللاعبين يفتتح منتخبنا الوطني لكرة الصلاة الثلاثاء منافسات بطولة كأس العرب بمواجهة منتخب طاجكستان المنتخب الوطني سيحاول افتتاح البطولة بشكل جيد وتحقيق الفوز لقطع شوط كبير نحو التأهل للدور الثاني قبل مواجهة المنتخبين السعودي والجزائري في بقية مباريته بالدور الأول يذكر أن منتخبنا سبق وانحقق بطولة العرب مرتين في عامي 2007 و2008 يواصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة تدريباته اليومية في مصر تتحضيرا للمشاركتين العربية والافريقية خلال هذا العام بإشراف المدرب التونسي غازي جوبعة المزيد في تقرير عبد البسط عمار بعد غياب دم ست سنوات عن المشاركات الخارجية يعود المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة إلى الواجهة من جديد بمعسكر تأهلي بدأ بمدينة مصراتة تأهبا للمشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر مطلع يوليو القادم وذلك تحت إشراف المدرب التونسي غازي جوبعة أمامنا نقول الحد الآن بعد أسبوعين أو أكثر شويا بعد عشرين يوم عندنا مشاركة في الألعاب العربية في الجزائر إن شاء الله هي في حد ذاتها قبل كل شيء تكون بطولة تحضيرية للبطولة الأفريقية ولكن كذلك الهدف متاعنا في البطولة هذه مش نفوزه بميدالية إن شاء الله تكون ذهبية بإذن الله جوبعة اخترى مبدئيا أكثر من عشرين رياضي على أن يتم تقريصهم إلى الحد الأدنى في القائمة النهائية للدخول في المنافسات القارية القادمة بالطبع لما حالا ما نجموش ناخذوا اللاعبين الكل لكن مش ناخذوا خيرة اللاعبين في مراكز متاحهم لما حالا إلى حد الآن احنا القائمة متاعنا وصلت للـ 22 اللاعب لانتدبناهم ورغم ذلك مش يكملوا معنا فقط 14 اللاعب وأكيد أنه الـ 14 اللاعب اللي مش يكملوا هم أفضل ما فهم في الدور الليبي اهتمام كبير من المسيرين الذين يعملون على توفير المناخ الأنسب للمتخب الوطني الذي سيشارك في ثلاث بطولات وهي دورة الألعاب العربية بالجزائر والبطولة العربية بالعراق والبطولة الافريقية بمصر والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم الحمد لله المور التسير على ما يرام التمرين يوميا في الفترة الصباحية والفترة المسائية طبعا المنتخب يعني مجهز بكل الإمكانيات سواء كان من المعدة البدني سواء من الحصائي يعني إن شاء الله وفرنا كل الإمكانيات للخاصة بالمنتخب الشكر طبعا يعود لكل من تعاون مع المنتخب عودة المنتخب الوطني للكرة الطائرة للتحليق مجددا يعد مكسبا للرياضة الليبية في انتظار أن يكون بوابة للبطولات الخارجية عبد الباصد عمار لقناة ليبيا الحرار مصر عبا وصلنا مشاهدنا الكرام لختم جولتنا الرياضية مرة جديدة إلى نبيل ومروة تفضل شكرا لك مازل استنكر مجلس الحكماء والأعيان ومهجروا مدينة مرزق حادثة منع لجنة المكلفة من إدارة السجل المدني من القيام بمهامها معتبرين ذلك دليلا على اختراق وتزوير في منظومة السجل المدني للمدينة منذ قتل مدير السجل المدني وحملوا في بيان لهم وزارة الداخلية ومن يدعي الحفاظ على الأمن داخل المدينة المسؤولية التامة عن كل ما يحدث مطالبين بفتح تحقيق حول مقتل مدير السجل المدني مرزق ورفيقه رئيسي منظومة الرقم الوطني عام ٢٠١١٦ بهذا نصي لكم مشاهدين إلى نهاية نشرتنا نعم نبينا نترككم الآن مع حوارية الليلة وزميل محمد زينوبة دمتم بخير عقيلة في المغرب والمشري أيضا فلماذا تضاربت أسباب تأخر إعلان التوقيع على اتفاق لجنة الستة وكيف سيتفاعل المشهد مع السماح بترشح العسكري ومزدوجي الجنسي بحسب تصريحات أعضاء من المجلسين وما الدلالة وأي تدعيات كل ذلك وأكثر سنناقشه بعد فاصل قصير كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمشاهدة